أود في البداية أن أرحب بفخامة رئيس رجب طائب أردوغان والوفد المرافق لسيادته في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من عشر سنوات لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثر علاقتنا الثنائية ويضعها على مساريها الصحيح وأكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا ويؤمن هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة فمصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية وقد أثبتت التجربة الجدوة الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة تعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون السيدات والسادة أود أيضا أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ووفر بيئة مواتية لتحقيق الزهار والرفاهية حيث تواجه الدولتين العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرض علينا الواقع المضطرب في المنطقة